السلام عليكم ازايكو دعا كاترة وبركو ايه يا ربطكم بخير ان شاء الله سيشن جديدة النهاردة معنا هنتكلم فيها عن القف بالنسبة للقف او القحة عايزين نعرف القحة دي بتحصل ازاي ايه هي انواع القحة ايه هي الادوية المستخدمة للقف فيه دايما سؤال يتسأل لما حد ييجي الصيدلية وده يعني انا سؤال بكراهو يقول انت عندك قحة اوه القحة لايش فقر اللي بقى لغم يا عمي طب اعرف ايه سبب القحة بعد كده اعرف هي جات له كم مرة هل القحة دي قحة عادية ولا قحة نتجة من الازمة هل القحة دي عادية ولا قحة جاية مثلا من الارجي هل مثلا المريض عنده وانت ممكن القف دي تكون عارض ان فيه سوق بأسي او بي دي كورونيك اوبستركتو بلمونري لانج ديزيز هنتكلم عنه في ساشن جاية ازاي ممكن تكون جاية من ازمة هنتكلم عنها في ساشن جاية ففيه حاجات كتير جدا اذا القف مش بنتعامل معها كمرض قد ما بنتعامل معها كإنديكيشن لديزيز طيب بص كده دكتور بالنسبة للقف انا عايز اعرف هي القف بتحصل ازاي الكوحة بتحصل ازاي قال لي هي عبارة عن ديفينس ميكانيزم للجسم ازاي الكلام ده قالك بالبلد كده فيه انفكشن دخل انت حضرتك استنشأت شوية تراب استنشأت شوية بيرفيوم اخدت حاجة حاجة دخلت صدرك حاجة دخلت صدرك بالغلط هتلاقي نفسك كحية اوتوماتيك اذا القف دي حركة اوتوماتيك ديفينس ميكانيزم ديفينس دفاعي الجسم بيقلب اللانج بتاعته عشان يطرد اي حاجة غريبة اي حاجة دخل اللانج طب الكلام ده بيحصل ازاي بص معايا على الدياجرام ده قالك دخلك كيميكال دخلك حاجة إيريتنت دخلت جوه اللانج او دخلت على البرونكاي التراكية في ريسبتورز موجودة في الاماكن دي كلها سواء تراكية برونكاي فارنكس الريسبتورز دي يا دكتور تدي إشارة على طول مين للسنترز بتاعت البرين لمراكز حاجة اسمها القف سنترز في البرين المراكز الكوحة اللي موجودة في المخ مراكز الكوحة دي ده كله كده بيحصل عن طريق حاجة اسمها الافرنت نيورون يعني عصب واصل او عصب واصلة من الرئة او من الجريسبايراتري تراك توصل على طول فين للجهاز العصبي دي العصب اللي طالق افرنت الجهاز العصبي امراضت بعيت رسالة بعيتها المين برضو بعيتها لللانج للبرونكاي يقول لها اعملي كحة يعني اعملي كحة يعني حضرتك انقابدي او اقفلي او حاولي تراضي الجسم الغريب اللي دخل ده عن طريق دكتور ان يحصل كونتراكشن للرسبايراتري ماسلز اللي هي في الرسبايراتري تراك العضلات اللي موجودة في الجهاز تنفس تبدأ انها تنقبط تجيبلك زي حالة دي تنفس عيس انك بتكوح اه فالكوحة دي مع النفس تبدأ انها تطرد الجسم الغريب او الحاجة الاريتنت او الحاجة الكيميكال اللي دخلت جوه جسمك وصلت ولا لأ طيب انا دكتور عايز اعرف دلوقتي ايه السمتوم بتاعت الكاف وهل في ممكن كاف يكون سببها فيروس او فيه كاف قلتلك سببها حاجة غريبة دخلت الجسم وفيه كاف تانية سببها فيروس فانا قلتلك الكاف هنا هي عرض مش مرض عرض لان فيه فيروس جوه الجسم طب بص كده اعرف منين ان فيه اكيوت فييرل كاف قالك اول حاجة بيبدأ يكون فيه فيفر فيه اعراض تانية مع الكاف مش كوحة بس اللي سبيوتم في حالة الفيرل انفكشن بيكون فيه سبيوتم اه بيكون فيه مخاط اه بس مش كتير اوي في البكتيري الانفكشن بيكون اكتر في الاغلب فالليسبيوتم هنا مينمال فيه بس قليل شوية طيب وفيه تلاقي فيه فيريا دكتور فبيقولك ان هي associated cold symptoms فيه زي اعراض برد كده بتكون موجودة يا دكتور مع الفيرل كاف بتقعد قدية الاعراض دي من حوالي من سبع لعشر ايام اعرف حضرتك ان ده فييرل انفكشن وفي الغالب لو فييرل انفكشن بيكون سيلف لميتد يعني ايه يعني الجسم بيعالج نفسه بنفسه في الغالب مقولتش دايما ما بيحتاجش علاجات انت فييرل ممكن ادي حاجه بس كده تهدي الكحة معا من الادواء اللي هقولها بس كعلاج للفيروس نفسه لا الجسم بيينظف نفسه بنفسه ده في الغالب وعلى حسب نوع الفيروس الديوريشن يا دكتور لو طولت ازيد من 14 يوم انا هنا اشك انها مش فيروس يعني وصلت 14 يوم في مفوق انا مش هشك انها فيروس وما لا تشك انها بكتيريا طب فرقت اوه البكتيريا بديها انتبيوتك انتبكتيريا المضادة حقيوي الفيروس بيأخد انت فيروسي اما بيأخدش عاجه سيلف لميتد طيب دكتور هل ممكن تكون فيروس تقلل بكتيريا طبعا يكون فيروس داخل الجسم ضعف المناعة شوية يستغل يجي بكتيريا مصاحبة ليه ده بسميها الساكندري بكتيريا الانفكشن يعني البكتيريا هنا مش اصابة اولية مش اصابة برايمري البكتيريا هنا اصابة ساكندري سانوية جتع على افا الفيروس وصلت ولا لا فهنا يا دكتور ساكندري بكتيريا الانفكشن وفي الحالة دي بيأخد انتيبيوتكس ومضادات حيوية اذا الكحة انا مش بدي فيها مضادة حيوية على طول واحد بيكحة ديره مضادة حيوي مفيش الكلام ده انا بدي مضادة حيوية لما تأكد ان هي بكتيريا الانفكشن طب دكتور انا مثلا هتأكد ازاي بها عقود استنى 14 يوم لو انت شاكك فيه بقى انديكيشنز للبكتيريا الانفكشنز تانية ممكن حضرتك تعمل مزرعة تحليل بتعرف هل عنده بكتيريا الانفكشن عامل التنسيح يأخذه بعض المخاطة اتيات من البلغم لايجري اى لاتة كölانف في البرودكتف كاف يديها إكسبكترنت أو ميوكوليتك إكسبكترنت هو الطارد أشهر حاجة إجوانيفيزين إجوانيفيزين ده يا دكتور اللي موجود عند حضرتك هتلاقيه في حاجة زي الأبليكس مشهور جدا طيب الميكانزم بتاعه يا دكتور قال لي بيزود الهايدريشن فكرته غريبة جدا هو طارد بلغم مش بيروح يزوء البلغم يعني فيش حاجة تقدر تزوء البلغم مرة واحدة البلغم ده مخاط متراكم على اللونج متراكم على التراكية عايزة ترده فيترد ازاي باخد حاجة تزود الهايدريشن يعني تزود نسبة الميا اللي في البلغم فانت مثلا لو عندك حتة ميوكوس قد كده أنا ديتها ميا كثيرة فنفشت بقيت حتة كبيرة قد كده لما نفشت عارف انت البلغم لازج فاخد ميا اخد هيدريشن فالفيسكوسيتي بتاعت البلغم قلت حاجة كمة القرف بس استحملوني فبقى كميته كبيرة وخفيف فمع اي كحة يتنطر على طول هي دي فكرة طارد البلغم يبقى طارد البلغم شغالي ازاي؟ شغال حاجتين يعمل هيدريشن يزود الفوليوم بتاع النيوكوس ويقلل الفيسكوسيتي يقلل لزوجته فمع اي كحة مع نفسك تقابة طلع على طول انت كده ينظف اللونج جرعات يا دكتور الجوافنزين ايه؟ واخلي بالك يعني جوانيفيزين هو اسمه جوانيفيزين بس بي نختصره الجوافنزين على طول الجوافنزين ده جرعاته بتبقى من ثلاث لاربع مرات في اليوم يا دكتور بس اخد بالك من حاجة ان يعني بيتاخد للاطفال من سن 12 سنة فيما فوق المعلومة دي من الجايدلاينز مهمة جدا انك حضرتك تكون عارفها يعني ما يفضلش يتاخد للاطفال فيتاخد للكبار او للاطفال من 12 سنة فيما فوق اخد بالك من حاجة انا دخلت زمان قبل كده انترويو في صيدلية يعني الله يمسيها بالخير فكنت بتناقش مع دكتورة ريتلي هو الدور فولين يا دكتور مادته ايه قلت لها جوافنزين قلت للي وده جاي منين قلت لها ان ايه جاي منين حرير دي مادة سنساتيك متصنعة قلت لها غلط جاي من الجوافة قلت لها ازاي قلت لي مش اسمه جواني فنزين فاذا هو جاي من الجوافة والجوافة بتهدي الكوحة قلت لها دكتور مفيش الكلام ده قعدت بقى انا وهي في كلاش الحمد لله ترفضت من الانترفيو بسبب الكلاش ده ففي الاخر طبعا مش جاي من الجوافة ولا اي هبل مفيش المعلومة دي مصح نهائي عشان فيه ناس متبنية الفكرة ده في الصيدر طيب الجوافنزين مستو انه هو مش بيعمل دراج انتر اكشنز مع حاجات فلا هو دي يعني مادة حضرتك تقدر تاخدها بامان وانت متطمن حاجة تانية الامونيوم كولورايد امونيوم كولورايد زي اللي موجود في دواء زي الافي بيكت افي بيكت دي برضو حاجة هتلاقي مكتوب عليها فور برودكتف كاف ليه القحة اللي فيها بلغم بيعمل اي يا دكتور نفس الميكانزم بتاع الجوافنزين برضو حاجة اكس بيكترونت في دواء تاني اسمه البينالكس بلا ولاقيته يعني بس الافي بيكت منتشر اكتر طيب ايه تاني في الكاف اكس بيكترونت عندي يا دكتور عندي حاجات بقى مش موجودة قوي في مصر زي مثلا البوتاسيوم ايوديد زي الافي كاكوانها لو دورت على الحاجات دي مش هتلاقي موجودة قد كده فبيقول لك ميكانزم بتاعه ده يا دكتور شغال بالبروتيوليتك انزايمز يعني بنشط الانزايمز اللي بتكسر الميوكس فالميوكس يبقى هاش يبقى ضعيف بيبدأ ان هو يضطرد انت كده ده بالنسبة للبوتاسيوم ايوديد والافي كاكوانها ده منقوع عشاب برضو مش هتلاقي موجود فمش هنركز على الحاجات دي الميوكوليتكس بقى ده اللي بنقدر نقول علي ايه موزيب للبلغم ده بيدوب البلغم بيبدأ البلغم ينزل بقى في جاي تي داي بعمل زي بقى المية بيبدأ ينزل في اللسطول يبقى واحد بيخلي البلغم كميته زيادة في حضرتك بتكحه وبيترده لكن التاني بيدوب وينزل مع اللسطول اشهر الحاجات عليها الاسيطايل سيستاين حتى في فوار اسمه اسيطايل سيستاين في الامبروكزول في البروموهيكسين حاجات كتيرة يا دكتور في حاجة اسمها كاربوكسيستاين كاربوكسيستاين شبه الاسيطايل سيستاين طيب القطع يا دكتور أعمل لي علي كده ضايرة عشان هتلاقي فيه جرعتين في الصيدليا في منه اسيطايل سيستاين متين وفي منه اسيطايل سيستاين ساتمية ده ساشتز فوار فيها مدرستين عشان تاخد اسيطايل سيستاين مدرسة بيقولك يقد كل 100 مرت واحدة يقدام ما في أسيطايل السيستاين الmateان ثلاث مرات انا مع المدرسة اللي بتقول المئتين تلات مرات لان هو فيه ترايرز اتعملت اثبتت ان الافكسي بتاعته تلات مرات ما انت كده تاخد ستميت ميلي جرام وكده ستميت ميلي جرام بس لا تاخد تلات مرات مور افكتف انك تاخد ايه مرة واحدة طيب في حاجات تانية مثلا الكاربوكسيستاين اللي انا لسه اكتب لك ايه او الكاربوكسيستاين الميوكوسول ده مادته شبه الافكسيستاين شوية بس شرب في عندك الالترا سول في حاجات كتيرة يا دكتور ميكانيزمة بتاعها ايه ان هي بتقلل الفيسكوسي وبالتالي ينزل يا دكتور مع السكريشنز بتاعت الجسم خد بالك من حاجة ما انت هتقولي التاني كان بيقلل الفيسكوسي اكسبكتورنت بس اقولك الكسبكتورنت كان بيقلل الفيسكوسي ويزود الفوليوم في اضطرد عارف انت لما البلغة ميبقى زيادة كده فاي حاجة اقعت ومطلع على طول لكن ده ما بيزودش الفوليوم ده بيقلل الفيسكوسي بيدوبه بالبالة دي كده فينزل مع السكريشنز طيب افتكر كده الكاف حصلت ازاي ان حضرتك قلتلك في عصب اسمه الافرنت وصل للكاف سينتورز اللي في حتة اسمها في الميضالة في البلغة وردت بافرنتينيون طيب انا لو اشتغلت بقى على ادوية على الكاف سينتورز اللي موجودة في المخ دي عملتلها شوت داون كده قفلتها في الحالة دي الادوية هي اسمها الكاف سابريسنت الكاف سابريسنت فكريتها يا دكتور دي بريس الكاف رفليكس يعني بوزت فكرة الافرنت والافرنت نيورو ده اسمه الكاف رفليكس فالعصب الدورة بتاعته ما كملتش انا بشتسمي العصب ده كأنه كده دورة كهربية حرفيا كده او اسلاك كهرباء موصلة بعض جيت فصلت الدنيا في النص خليت البرين سينتورز قفلت فبالتالي الشخص مش هيكوح خد بالك من حاجة دي بستخدمها اكتر في حالة الدراي كاف لان الحالتين او الدوايين اللي كنت بستخدمهم او العالتين اللي فاتوا دول واحد مذيب للبالغم والتاني طارد للبالغم طب لو واحد ما عندوش بالغم اصلا لا وياخد كاف سابريسنت فبيستخدموا في حالات الكرونيك كاف بص انت عندك ثلاث حاجات للكاف حاجة اسمها كرونيك انديوز كحة مزمنة واكيوت كحة في فترة معينة وفي حاجة اسمها السيتريك اسيد انديوز دي مش هتلاقيها كتير غير في المراجع اللي هي السيتريك اسيد اللي عارف انت في نسبة كح لما تاكل فواكه فيها السيتريك اسيد بسميها السيترس فروت فواكه معينة يعني بيجيلها كحة نتيجي تنأكل الفواكه في الحالات دي يا دكتور مفيش بلغم مفيش سبيوتة مناخد ايه كاف سابريسنت اتفعنا؟ زي ايه بقى كاف سابريسنت يا دكتور؟ قالك زي الكودين اشهر كاف سابريسنت بس كان فيه مشكلة انه ناركوتيك ده حضرتك مادة مخدرات اصلا ما يمشي يا شغاخة على البرين سنترس لو ان هي ناركوتيك بتعمل الدماغ بتسبب ادمان فمش موجودة يعني ده مثلا كوديني الفوسفيد مش موجود في السوق المصري اصلا ده موجودة نادرا وبتركيزات قليلة جدا زي مثلا في الفيجاسكين ليبوس كمان ومش هتلاقي موجود اوي تقريبا دلوقتي ما عدش بينزل اصلا ده شغال عليه على الكاف سنترز يا دكتور وبنستخدمه للاطفال فوق 18 سنة وبيتاخد بجرعة معينة مثلا لو شور بيتاخد 5 ملي ثلاثة اربع مرات للكبار فوق 18 سنة ومايتاخدش للاطفال اصلا ليه لان الاطفال ممكن يعمل لهم تعاود ممكن يأثر على البرين سنترز عندهم يبقى الحاجات الكاف سابريسنس دي بتعامل معها بالشوكة والسكينة لان هي شغالة على البرين سنترز واغلبها خلي بالك بيسبب ايها دكتور سيديشن انتفعنا عن الحاجة اللي هتشتغل على البرين وهتعادي البرين باريير هتعمل سيديشن وتنايل طيب ثاني حاجة ديكستروميثورفان ده بقى اكتر حاجة مشهورة حاليا ونستخدمها بديل الكودعين ده بيعمل ايها دكتور بيروح للكاف سنترز للريسبتورز اللي موجودة في المخ يقلل السنسيتيفتي بتاعتها يخليها ما بتحسش قوي فيجي النيورم يقولها اشتغل يلا خلينا كوح خلي اللانجة تشتغل وتكوح عارف انت انا في دانية تانية الريسبتور مش حاسس قوي فهي قللت السنسيتيفتي المخ ما يستقبلش الاشارة كويس من الافرنتينيورون وبالتالي الميكانيزم بتاع الكوحة قلي معي شوية الدوزقة ديكتور اللي بيتاخد للاطفال فوق الاثناشر سنة ما هو من الاثناشر لتمنتاشر ديكتور طفل والكبار تمام بياخد حوالي معلاءة كبيرة يعني عشرة مالي تلت اربع مرات في يوم هتلاقي اغلب ادوية الكوحة من ثريتو فور تايمز بيرودي هيا المفوضة دي سيف مش سيف معلاشي بس فيه غلطة في الكتابة يعني ده امن في الحمل يتاخد عادي في الحمل طيب فيه حاجة تالتة وده مش هتلاقيها موجودة كتير البنزويت ده يعني بيعتبر زي مخدر موضعي فمن ضمن الحاجات اللي بتتاخد الميكانيزم بتاعه ده كده بسميه بريفرول انتتاصف يعني شغل على نفسها وده برضو مش هتلاقيه موجود بس انا بقول لك المعلومات عموما عشان لو حضرتك من دولة تانية او لو سفرت ده بيشتغل عليها دكتور ده داخل على اصلا الريسيبتورز اللي في اللونج الريسيبتورز اللي في الريسيبتوري تراك فده داخل يشتغل على الريسيبتوري تراك والحساسية دي بتعمل وبتعمل البلازمة تبدأ تتراكم تعمل مقاط تعمل قوحة فانا عايز يعني الحساسية دي ممكن تؤدي لها قوحة طب انا عايز اقلي الحساسية ادي انتهيستامين فيها تلاقي ادوية بيكون فيها مثلا كورتزون مع انتهيستامين هتلاقي فيها ادوية مثلا دكتور كورتزون طب ليه ناخد اصلا كورتزون في حالة القوحة حبيبي منتج كورتزون سببها في بعض الوقات التلاك الهستامين وسببها في بعض الوقات الحساسية فانا لما ادي كورتزون بنسبة معينة وازبط الدوز بتاعته مثلا حاجة زي الابيدون وهذا كورتزون واورل بس يا دكتور عشان يقل الانفلاميشن انا هنا اخدته في حالة القفل اللي سببها انفلاميشن فضروري جدا تتكلم مع البيشن تعرف هل عنده حساسية هل فيه سخونية تعرف القفل سببها ايه هل بكتيريا ولا فيروس ولا حساسية ولا هل هي مثلا من داست ولا ايه السبب بالظلط المثلا انقحة سببها شوية حسي ادي له انت يستمين شوية هيروق مع نفسه مش محتاج بقى نخش في القفة سابريسنت وحاجات تشتعل على السين اس وتنيمه القصة دي فيها دكتور شوية ميونكس مثلا مخطم السجاير والكلام ده ادي له مثلا ميوكوسول او ميوكوسول تلات مرات في اليوم هي بقى زي الفل وصلت ولا لا حاجات تشتغل مزيبة للبالغام لو كانوا مضروش يبقى احنا كده شباب اشتغلنا على القفة اخر حاجة بيقول لي الانتيكولينرجيك ايه دراج ايه الانتيكولينرجيك دي دكتور دي بعض الادوية اللي بتوقف الاكشن بتاع مادة اسمها الاسيطايل كولين طيب هو الاسيطايل كولين كان بيعمل ايه قالي الاسيطايل كولين هو ده اللي بيزود السيكريشن فأنا لما دي مادة انتيكولينرجيك يعني هتوقف الاسيطايل كولين يا دكتور يبقى انا كده هعمل ايه هقلل السيكريشن وصلت كده فقلل المخاط وقلل القصة دي كلها طيب مين في الادوية شغال ايه الانتيكولينرجيك ايجنت قالي الانتيهيستامين ايه دكتور مش انت الانتيهيستامين كنت بتقول لي اه ده ميكانزمة من ضمن الميكانزمات بتاعتها ميكانزمة تاني انها شغالها ايه انتيكولينرجيك يعني بتوقف الاسيطايل كولين وبالتالي هتقلل السيكريشن وبالتالي يا دكتور بتريح اعراض القحة وبالتالي يا دكتور تقلل الافرازات اذا شغل الانتيهيستامين في ادوية القحة بستخدمه مش عشان هو انتيهيستامين بستخدمه عشان هو انتيكولينرجيك ايجنت وبكده نكون خلصنا ادوية القحة استنوني السيشن الجاي اشوفكم على خير مع السلامة